يبديك يا اسلام في الروح في جمب مش هيسوه بنا كون مش هيسوه بنا كون نصراني يا كبال عمر القرآن المائي هاد من مطر الزل والصغاب من مطر الزل والصغاب هيرجع تاني يا كفاب الجزياء هترجعوها والسفح تدفعوها من الاسلام هترجعوه والطريح هترجعوه هم دوب اربع مليون مش هيسوه بنا كون مطر الزل والصغاب مطر الزل والصغاب هيرجع تاني يا كفاب هيرجع تاني يا كفاب جزياء هترجعوه والسفح تدفعوه والسفح تدفعوه يا نصراني يا كفاب يا نصراني يا كفاب عمر القرآن مائي هاد عمر القرآن مائي هاد يبدل حكا افتعوه اشتركوا في القناة 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 امتناعهم عن انشطة التنصير كافة عدم خوضهم في اي حديث منشاني الكلام في الاديان خاصة الاسلام وحتى دينهم وحتى دينهم في وسائل الاعلام العامة خضوع الاديرة والكنائس لسلطة الدولة خلام الدولة بما يجب عليها تجاه مراقبتهم ومراقبة اموالين وانشطتهم خضوع كافة الكنائس والاديرة الى التبديش الدوري والمفاجر التأكد من خلوها من اصفال مخطوفين واسلحة ومسلمين محبوسين وفي ذلك اموال وخلافه وقصر نشاطها على انها دور عبادها فقط خطبنا لله تعالى وتحقيق ما سبق من مطالب ولنا طرق اخرى كالمقاطعة الاقتصادية ثم الاجتماعية ثم الاجتماعية فنهيب بالدولة ومسع ومؤسساتها ان تقوم بدورها في وعد الفتنة وفي الختام فالجميع يعلم فالجميع يعلم ان عمضى سلاح لنصرة اخواتنا هو الدعاع اللهم يلنا للسالة بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علبته احدا من خلقك او علمته احدا من خلقك او انت اعترت به في علم الغيب عندك ان تبك اسرى اخواتنا الاسيرات ان عوان عند الكفار وردهن اللهم الى اهل الاسلام السالمين وتنفتهن اللهم على دينهن ولا تبتنهن فيه ارحم الراحمين اللهم اجعل اسلامهن فتحت خير لهم اللهم اجعل اجتمعون فتحت خير لهم وللامة اجمعين ولا تجعلوا فتنة لهم وللامة اجمعين امين على الاسلام يا رب العالمين على الاسلام يا رب العالمين وان عربت لهم الموت وان عربت لهم الموت فعلى شهدتها لا اله الا الله فعلى شهدتها لا اله الا الله